جراءات الاحترازية اللازمة أعلى معايير التعقيم على عبوات ماء زمزم ينضم لنا الآن الزميل بهاء عسكر من مكتب الزمازمة الموحد من مكة المكرمة بهاء مساء الخير أكيد عندك ضيوفك وعندك على قولتهم كثير من المواضيع اللي راح تطلعنا عليها أبغى عرف منك بس في البداية الشي الجديد اللي موجود عندكم الآن مساء الخير محمد لك وركافة مشاهدين الكرام ونقول لكم وللجميع كل عام وانتم بخير بمناسبة قرب يوم عرفة وكذلك عيد الأطحى المبارك محمد طبعا كما ذكرت أنا أقف الآن في مكتب الزمازمة الموحد مكة المكرمة شرفها الله اختصها عن باقي مدن العالم بعدد كبير من المهن منها الطوافة، السدانة، السقايا، الرفادة هذه المهن لا توجد على وجه البسيطة سوى هنا في مكة المكرمة لذلك اليوم أنا سنتحدث محمد مباشرة عن السقايا وعن ماء زمزم وهو ضيافة كل قادم إلى مكة المكرمة سواء لأداء مناسك العمر أو أداء مناسك الحج بإذن الله تعالى جميل بها لذلك محمد أوكلت هذه المهمة إلى مكتب الزمازمة الموحد نعم محمد طيب أنا عساسة أترك لك الوقت الكامل وخليك مع ضيوفك فالصوت والصورة لك تفضل شكرا محمد مهنة السقايا التي أوكلت إلى مكتب الزمازمة الموحد وهي عبارة عن مهنة قديمة توارثوها آباء وأجداد وأبناء توارثوها هذه المهنة من أجل توزيع ماء زمزم للحاج الكريم وللقادم إلى مكة المكرمة أنا أقف في هذا المكتب مكتب الزمازمة الموحد له تاريخ عريق في تقديم ماء زمزم الزمازمة في السابق كانوا يقدمون ماء زمزم عبر المشربيات التي نشاهد هنا في الصورة المشربيات القديمة كان يقدم من خلالها ماء زمزم وبعد ذلك تطورت هذه المهنة في عهد المملكة العربية السعودية حيث بدأت توزع في عبوات معقمة ونظيفة من خلال هذا المكتب مكتب الزمازمة الموحد الذي جمع جميع زمازمة مكة المكرمة لذلك سأتحدث عن الزمازمة وعن مكتب الزمازمة مسعادة رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد الأستاذ أمير عبيت حياك الله أستاذ أمير حياكم الله أخوة مرحبا أهلا وسلم بالنسبة لمكتب الزمازمة الموحد في هذا العام يقدم خدمة تقديم ماء زمزم لحجاج بيت الله الحرام فيه آلية تختموها في هذا العام نعم والله الحمد المكتب يشرف في كل عام بخدمة ضيوب بيت الله الحرام بتوزيع ماء زمزم المبارك عليهم في مساكنهم بمكة المكرمة ويوجد بمكة المكرمة المركز الخاص بالتعبع على مساحة عشر الاف متر مربع تكون من ثلاثة خصوط انتاج تصل طاقتها انتاجية لعشرة آلاف وتممية عبوة في الساعة وفق أعلى المواصفات المعتمدة وبإشراف مباشر فنيا بمركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المكتب تنظيميا وإداريا تحت مقام وزارة الحج والعمرة وشرفنا في هذا العام بتوجيهات صاحب المعالي وزير الحج والعمرة ومتابعة من معالي نائبه وسعادة الوكيل بأن نقدم خدمة ماء زمزم بطريقة مختلفة في ظل الظروف الحالية وفي ظل دعم القيادة وفقها الله في هذا العام وفي ظل هذه الظروف بإقامة الحج رغم أي عائق اليوم المكتب قدم المياه في عبوة مكونة من ست عبوات بما زمزم سعة 200 مليلي لتر لكل عبوة معبئة بلا شعف وقب نفسجية تم تعبئتها وتغليفها وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعبئة في المركز وسلمت بعد ذلك لأحدى الجهات المتخصصة عن طريق وزارة الحجر العمرة لتوزع معقمة لضيوف الرحمن في مساكنهم يوميا أي قبل وصول ضيف الرحمن بتكون موجودة في مسكن سواء في مناطق الحجر في مكة المكرمة أو جدة أو في المشاعر المقدسة إن شاء الله طول رحلة الحج إن شاء الله أستاذ أمير عبيد رئيس مجلس دارة مكتب الزمازم المححد شكرا لكم على هذا الإضاح وهذه هي العبوات التي تقدم بإذن الله تعالى لحجاج بيت الله الحرام في هذا العام وهي مهنة عريقة في مكة المكرمة مهنة السقايا كما هي مهنة الطوافة ومهنة السدانة كذلك هذا هو محمد بإذن الله تعالى ما يقدمه مكتب الزمازم المححد في هذا العام من خلال توزيع هذه العبوات على الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة وتم اختيارهم لأداء مناسك حج هذا العام شكرا زميل بها عسكر شكرا أيضا لضيفك الكريم